نعم الإعلامي حافي الدراجي في آخر تصريح له قال بأن ما يحدث هو عبارة عن مهزلة وأن كاف وضعت معايير جديدة لاختيار الأحسن في إفريقيا أو للحصول على هذا يعني كيف تعلق على ما قاله الإعلامي حافي الدراجي؟ طبعا الإعلامي حافي الدراجي وضع كلام في السكة الصحيحة طبعا المنتخب الجزائري يتعرض لمؤامرات هذه المعايير التي تقوم بها الكاف هي معايير غير منطقية أبدا أنك تقسي لاعب متوج محقق ثلاثية هذا كما نقوله نحن ضرب من الخيال وصفه بالمهزلة المضحكة والتي تثير الإشمي إزاز هو وصف خليني نقول لك أنه أرحمهم بهذلك الوصف لو وجدنا مصطرحات أخرى لو قلنا بأن هذه الهيئة لابد أن تنزع لا نريد هيئة مثل هذه الهيئة هذه الهيئة تدمر الكرة الإفريقية ولا تقوم بتطويرها إذا أردنا أن نبني منظومة كروية في إفريقيا علينا أن نبدأ بتطهير هذه الأشواك إن صحة تعبير الموجودة في بيت الكاف طازج حلة جديدة وذوق أروع زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر